بلغة أكثر حدة من سابقاتها ضمن مسلسل الخلافات بين أربيل وبغداد تطفو على سطح العلاقة بين حكومتي المركز والإقليم هذه المرة بوضوح وبصوت مرتفع أزمة مالية متجددة لها نصيبها من حسابات طاولة المفاوضات سيما بما يتعلق بحقوق الإقليم المالية ورواتب موظفيه وفي تصريح رسمي بلسان رئيس حكومة أربيل مسرور بارزاني يجدد التأكيد على عدم التنازل عن حقوق كردستان المشروع والدستورية لغة الإصرار تلك فسرها مراقبون من مربع الخلافات الدائرة بمعركة سياسيين في الأبواب الخلفية معركة لا تقرأ جيدا معادلة الالتزام بالحق الدستوري وفق تعبيرهم وعلى رأس أسباب الخلاف صلط رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الضوء على قضية الحقوق المالية بلغة الأسف لانتهاك بغداد بطريقة غير شرعية بما يتنافى مع أحكام الدستور وعدم احترام الاتفاق الموقع بين الأطراف التي شكلت الحكومة والمنهاج الوزاري والذي صادق عليه البرلمان بطبيعة الحال وعشية إعلان حكومة الإقليم عدم كفاية المبلغ الذي صرفته الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي الإقليم واتهامها لبغداد باتباع نهج التجويع يحذر مراقبون من عدم نجاعة المفاوضات في الوصول إلى توازن في المعادلة السياسية بين الجانبين والتي تؤثر على العلاقة بين أقطاب السياسة في أربيل من جهة ومدى نوايا المشكلين لحكومة بغداد والتي بدورها ستنعكس على كفاءة الحكومة في تحقيق وعودها التي سبقت الإعلان عن المنهاج الوزاري تحديداً تلك المتعلقة بحلول المشكلات العالقة بين المركز والإقليم وأبرزها الحقوق المالية اشتركوا في القناة